قطع غزة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي تحول إلى مكان غير صالح للعيش وفق الأمم المتحدة وكالت الأنرواء أكدت أن غزة باتت المكان الأسوأ على الأرض من حيث يتم دفع معظم سكان القطاع نحو الجنوب وخاصة إلى مدينة رفح وفقا للأنرواء وصل عدد السكان الفلسطينيين في مدينة رفح ما يقرب من مليون وأربعمائة ألف نازح واستغياب شبه تام للخدمات الأساسية وإجماليا وصل عدد النازحين في قطاع غزة إلى مليونين من أصل مليونين وثلاثمائة ألف مواطن قبل بدء الحرب أي ما يقرب من سبعة وثمانين بالمئة من سكان القطاع تحولوا إلى نازحين خلال ثلاثة أشهر وفي الشهر الأخير تم تسجيل أربعمائة ألف إصابة موثقة بالأمراض المعدية بين النازحين في مراكز الإيواء من جانبها كشفت الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية تعاملت مع حالات ناجمة عن استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا غير تقليدية وبسبب مخاوف أمنية ألغت منظمة الصحة العالمية سادسة مهمة مساعدات طبية لشمال غزة كانت مقررة اليوم الأربعاء نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة وعدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي اشتركوا في القناة